علق كل من وزير البترول والطاقة والمعادن ناطق باسم الحكومة ووزير الثقافة والشباب ورياضة العلاقات مع البرلمان ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني علقوا في مؤتمر صحفي عقدوه مساء اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء واستعرض السادة الوزراء كل فيما يعنيه مشاريع المراسيم والقوانين التي صادق عليها المجلس ترجمة نانسي قنقر